المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفها أنقرة تستخدم سلاح الماء مجددا وتخنخ أكثر من مليون سوري في الحسكة في زمن كورونا ماذا تريد تركيا من حرب التعطيش عسكرة المياه وتوظيفها في خدمة المشاريع السياسية لماذا يصر إردوغان على استعداء الشعب السوري وتكريس النظرة السلبية إلى بلاده في المنطقة الابتزاز المائي في الحسكة رسائل ضغط من أنقرة إلى دمشق وموسكو لماذا ربط التوسع الجيوسياسي بحصار غير إنساني في زمن كورونا وفي منتصف صيف اللاهب تستخدم أنقرة ورقة الابتزاز المائي في الحسكة شمال شرق سوريا أكثر من مليون سوري يذوقون مرارة فصل جديد من العطش وهذه المرة باستمرار قطع المياه لثلاثة أسابيع في بعض المناطق دمشق سارعت إلى محاولة نجلة الحسكة عبر تأمين صهاريج المياه وبالدعوة إلى تدخل أممي عاجل لكن القضية تتخطى أزمة المياه لما هو أبعد تتقطع النظر عما إذا نجحت المساعي المرذولة لإعادة المياه لما جاريها كليا أو جزئيا أو لم تنجح تبقى المأساة مرشحة للتكرار في أي وقت ربطا بحسابات السياسة المتغيرة ويبقى ما هو أخطر وأبعد تأثيرا فهو الأسئلة الشائكة التي رفقت الأزمة التي باتت جزءا أصيلا منها فلماذا هذا التعامل التركي المغرق في قسوته الذي قد يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية ولماذا يصر أردغان على استعداء الشعب السوري وتكريس شرخ قد لا يكفي معطيات الحوار الجغرافي أو الجوار الجغرافي لردمه وماذا تعني النظرة السلبية تجاه تركيا التي تعمل منطقة باستثناء بعض التيارات الإسلامية وإذا أي مدى يمكن توظيفه مثل هذه الخطوات غير الإنسانية في معرض الضغط للحصول على مكاسب سياسية شاهدين في مسائل الليلة من بيروت ينضم إلينا الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي الأستاذ معن بشور أسعد الله مسائك أستاذ معن ومعي مباشرة أيضا من عمان الكاتبة والباحثات دكتورة حياة حويك سيدة حياة حياك الله أيضا أهلا بك شاهدين استخدمت المجموعات المسلحة السلاحة المياهي والتعطيش في الحرب السورية ضد دمشق وحلب سابقا واليوم تستخدمه أنقرة ضد مليون سوري في الحسكة فيما يمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية لابتزاز الدولة السورية وللضغط على قصد وربما لتبرير احتلال أراضي سورية جديدة فلماذا تتعمد تركيا كل هذه السياسة العدائية ضد السورية هذا التقرير من دمشق لديم نصيف حراك أممي وروسي ينشط على خط قصد وأنقرة لنزع سلاح العطش الذي تصوبه فصائل الأخيرة المتمركزة في محطة علوك على مليون شخص في محافظة الحسكة وإنهاء عشرات المحاولات من التهديد المستمر بطعة شهم ورقة المياه التي باتت رهينة البازار السياسي بين قصد وأنقرة منذ احتلال الأخيرة مدينتي رأس العين وتل أبيض خلال عملية نبع السلام تستغلها تركيا لابتزاز دمشق والضغط عليها لتخديم مناطق تحتلها في عمق الأراضي السورية بعدما استنكفت عن ذلك وربما تستغلها أنقرة أيضا ذريعة لتوسيع احتلالها للشمال الشرقي لسوريا واستكمال المنطقة الآمنة التي أرادت رسمها عبر عملية نبع السلام لتصل إلى 450 كيلومترا بدلا من 130 كيلومترا بين رأس العين وتل أبيض التي قطعتها موسكو ودماشق بنشر حرس الحدود السوري والدوريات الروسية الدبابات التركية ونبع السلام احتلت 3000 كيلومترا مربع منذ عبورها الحدود من جرابلس في 21 أكتوبر الماضي موسكو حينها رعت تفاهما بين قصد وأنقرة المياه مقابل الكهرباء لتحييد المدنيين وكانت دماشق وموسكو قد حذرتا الأتراك من مواصلة التواغل في سوريا وكذلك واشنطن التي أخلت قواعدها القريبة من الحدود وأجبرت حلفائها من الكرد على الانسحاب من مواقعهم القريبة لنزع أي فتيلا بين الطرفين تسعى تركيا اليوم إلى إشعاله من خلال تعطيش الحسكة بذريعة قطع قصد الكهرباء عن مناطق فصائلها سلاح المياهي للضغط على دماشق وابتزازها بدأت أنقرة باستخدامه قبل سنوات عبر خفض حصة سوريا من نهري دجلة والفرات مستغلة انشغال دماشق بجبهتها الداخلية هذا وإن تذرعت أنقرة بالتمدد الكردي على حدودها الجنوبية لتبرير احتلالها أراضي سورية تعود اليوم لتتذرع بسلوك قصد لقطع المياه عن الحسكة وتهديد حياة ملايين السوريين وابتزاز دماشق مجددا دي مناصف دماشق الميادين سيد معا بشور أعود ووحييك من جديد هل تستخدم أنقرة سراح العطش ضد مليون سوري في مدينة الحسكة لا نعرف حتى هذه اللحظة بعض التقارير تقول أنه في مفاوضات حلت أم لم تحل لكن الثابت أنه في أكثر من عشرة أيام بشكل متواصل وشديد قطع لي المصدر الوحيد للمياه عن محافظة الحسكة وفي معاناة إنسانية تفوق التصور في تلك المنطقة هل تستخدم أنقرة هذا السلاح لابتزاز وتأليب سكان المنطقة سواء كان على قوات قصد الحنيفة للولايات المتحدة أم على المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري أولا مساء الخير لك أخي كمال ومساء الخير لضيفتك العزيزة الدكتورة حيات وهي المثقفة الملتزمة بقضايا الأمة وبالتأكيد تحية لكل المشاهدين الكرام واسمح لي أن أبدأ جوابي بهذه الكلمات التي وصلتني هذا الصباح من شاب سوري من اللاذقية شارك معنا في ندوات شبابية في بيروت يقول كنت أود أن أسأل ما إذا كان لمن قطع الماء عن أبناء رضع أو كبار بالسن أو ما شابه ذاك لكنني أعتبر أن السؤال الأهم في هذا السياق ما إذا كان لديهم دم بالتأكيد أن من يقطع المياه عن شعب تنقصه دماء الإنسان الحقيقي وأنا أعتقد أن هذا التعطيش هو جزء من سياسة مقتمدة ضد بلادنا نحن في بيروت في مثل هذه الأيام سنة 1982 في تلك الحرب الطويلة والحصار الطويل عشنا أيضا حصارا حصار ماء وكهرباء قامت به الكيان صيوني والأمر نفسه ينطبق على الشعب العراقي وأيضا على أهلنا في غزة الذين يعانون حصارا لا إنساني على مدى سنوات طويلة وبالتأكيد العديد من المدن السورية بما فيها العاصمة الأولى دمشق وفيما فيها العاصمة الثانية حلب عانت من هذا النوع من الحصار أنا أعتقد أن ما يجري اليوم بحق أبناء الحسكة هو عمل غير إنساني وهو كما قلت هذا الصباح هو جريمة ضد الإنسانية يستحق مرتكبوها الملاحقة الجزائية أمام قضاء جنائي دولي ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن مثل هذا السلاح يجب أن ينبذ عالميا وأن يمنع استخدام أسلحة من هذا النوع العطش، التجويع، الظلام إلى آخره في أي مكان من العالم الحصار الأدوية في زمن كورونا أيضا ممنوع وهذا العطش الذي يتعرضه أبناء الحسكة يأتي في زمن الكورونا في زمن يحتاج فيه المواطن أكثر من أي وقت إلى المياه لعدة أسباب وأنا أعتقد أيضا أن هذه الفكرة يجب أن تصبح فكرة محرمة على المستوى الدولي ويجب أن يلاحق كل من يعتمد هذا السلاح اللا إنساني يجب أن يلاحق سألني صديق ولكن الحسكة تحت سيطرة قسد وهي ليست تحت سيطرة الدولة السورية قلت له في الحسكة مواطنون عرب سوريون هناك بشر في الحسكة نحن علينا أن ندافع عن حقهم في الحياة وعن حقهم في الماء وعن حقهم في الكهرباء هنا المقياس سيد معا المقياس لا يكون تحت سيطرة من المقياس ليس هؤلاء المواطنين أو هؤلاء البشر تحت سيطرة من هنا القضية أنهم ناس مدنيون تقطع عنهم المياه في فصل الصيف وفي زمن الأوبئة وهنا النقطة أنا أنقولها لدكتورة حيات حويق دكتورة حيات نحن نتحدث عن تركيا التي تقوم بهذا العمل نحن نتحدث عن دولة كبيرة دولة توصف أو يصفوها لنا التيارات الإسلامية بأنها دولة إسلامية الرئيس رجب طيب أردغان الرئيس المسلم الحنون هكذا يسوق في العالم العربي حاليا هكذا تسوق صورة تركيا في العالم العربي حاليا هذه تركيا النموذج بالنسبة للتيارات الإسلامية طيب هل يعقل أن تقوم دولة تقدم نفسها أو يحاول البعض تقديمها للعالم العربي بصورة مشرقة أن تقوم بمثل هذه الأعمال ليس فقط هنا نتحدث عن حصار وقطع المياه عن مليون إنسان لأنه اليوم الحدث لكن في أشياء أخرى وسياسات أخرى يمكن تحدثنا عنها سابقا وقد نتحدث عنها لاحقا لكن هل يعقل أن يتم قطع المياه عن مليون إنسان من قبل دولة يسوقها لنا تيارات ونخب إسلامية على أنهى دولة النموذج مساء الخير صحية لك والصديق مستاذ معان اسمح لي أن أجيب بشقين الشق الأول هذه دولة العثمانية الجديدة والعثمانية الجديدة تعني استحضار التراث العثماني القديم الذي نعرف كم هو مليء بالمجازر ليس فقط المجزر الأرمانية التي قيد لها اللوبي كبير فأظهرت إلى العلن المجازر الأشهرية والمجازر السريانية بمئات الآلاف وبالملايين فهذه ليست دولة القلافة الأم الرؤوم كما أن فرنسا ليست الأم الرؤوم بالنسبة للمعسكر الآخر هي أيضا دولة المجازر نحن ننساق وهنا هذا يقود إلى لب المشكلة نحن اليوم في الشمال السوري بين مطرقة قشد وسندان الأتراك يعني نحن بين منطق عرقي تجاوزته الحضارة الإنسانية في الكانونة وبين منطق ديني تجاوزته أيضا الحضارة الإنسانية ولم يعد قائما إلا في المفهوم الصهيوني اليهودي وإنما عزز في منطقتنا لتعزيز مشروعية المنطق الصهيوني اليهودي هذا هو الشق الأول في الشق الثاني أعادتني الأحداث اليوم إلى عدد خاص من مجلة الإكسبرس الفرنسية صدر 1991 فور انتهاء العمليات العسكرية في العراق كان عنوان العدد الآن بدأت حرب المياه وقد ترجمته كاملا في حينه ونشر في مجلة صامد للدراسات الفلسطينية في هذا العدد تحدث الباحثون كان في عدد كبير من الباحثين عن أشياء كثيرة تتعلق بحروب المياه في منطقتنا ولكن من أهمها ما نعيشه اليوم هو حرب الدول المطلة على النيل على مصر تعطيش مصر بعد تجويعها وحرب تركيا على سوريا والعراق تعطيش سوريا والعراق لإخضاعهما للإرادة التركية وكان في ذلك العدد توقع بأن تحصل هذه الضغوطات كلها من تركيا تحديدت قبل سنة 2021 بين الـ 21 و23 انتهاء معاهدة فعالية معاهدة لوزان ومعاهدة عفوا من الثاني فإذن نحن الآن على أبواب انتهاء المعاهدات ولم يخفي المسؤولون الأتراك إطلاقا منذ سنوات رغبتهم في العودة إلى ما يسموه أملاك السلطنة العثمانية بعد عام 2021 ومن أهم أملاك السلطنة العثمانية في رأيهم هم شمال العراق وشمال سوريا هذه سياسات دكتور حيات كل دولة إقليمية اليوم تجد نفسها أن تعمل لمصالحها أو مد نفوذها واستغلال فراغ سياسي أو جيوسياسي لكن السؤال هنا السؤال هو استخدام العامل الغير إنساني يعني أن يكون لديك أدوات قذرة دعني أسميها للوصول إلى تلك السياسات كل دولة لها حق في أن تملأ فراغ في أن تجد مصالحها في أن تبحث في فضاءها الحيوي عن مصالحها لكن هنا نسأل كنت سأختم بهذه القضية ولكنك سبقتني كنت سأختم بأنه معادلات النفوذ في منطقة معينة منطقتنا أو غيرها هي معادلات مشروعة ولكن معادلات النفوذ شيء ومعادلات الهيمنة والاحتلال ومصادرة البشر والأرض والثروات شيء آخر يضاف إليهما ثالثا سلوك الأساليب اللا إنسانية وصولا إلى هذا الشق الأخير وأنا لا أعتقد أن هناك دولة تتمكن من أن تستعيد تاريخا استعماريا إلغائيا إباديا إن لم تلجأ إلى أساليب لا إنسانية ولذلك تركيا غزت داعش تركيا غزت النصرة تكفلت ومازالت تتكفل بالنصرة تركيا تكفلت طوال الحرب السورية بأن تكون ممرا للمرتزقة للإرهابيين وللأسلحة إلى سوريا وأن تبيع الدم السوري بأثمان كثيرة أولها ما دخل البنوك التركية من أموال حولت إلى الإرهابيين وإلى المعارضة ثانيها بيع السلاح ثالثها بيع سرقة النفط السوري وبيعه بالاتفاق مع قسد رابعها استغلال 750 ألف عامل تقني سوري بأجور منخفضة من اللاجئين الذين استدرجوا إلى تركيا خامسها نقل تدمير المصانع التركية ونقل القوى الصناعية التسويقية إلى تركيا إلى تركيا السورية طبعا خاصة من حلب والمسلسل مستمر ولذلك اليوم عندما تجد نفسها في مواجهة التقاسم مع قسد وأنا أعود إلى تقاسم بين عرقي وديني من يتقاسمان؟ يتقاسمان الوطني العرقي والديني يتقاسمان الوطني يتقاسمان الحق يتقاسمان القانون فهنا يصبح الأسلوب الجديد هو تعطيش هؤلاء وقطع الكهرباء من قبل هؤلاء والمواطن السوري هنا يكون رهينة بين جهتين تابعتين للولايات المتحدة الأمريكية هل هناك نظرة عامة سلبية أصبح لتركيا؟ الدكتورة حيات حويك ذكرت محطات مما جرى في سوريا والسياسات التركية في سوريا اليوم في مشكلة تركية عراقية أيضا من كم يوم جرى استهداف ضباط عراقيين وفي عندهم قواعد أسكرية الجماعة في بعشيقة ولا يريدون الخروج رغم مطالبة جامعة الدول العربية ومطالبة الحكومات العراقية المتعاقبة في مشكلة في ليبيا لديهم مشكلة مع مصر لديهم مشكلة يعني بمعنى هل هناك فعلا حسب تشخيصك أستاذ معان نظرة سلبية آخذة في الترسخ في العالم العربي تجاه تركيا باستثناء التيارات الإسلامية وعندما أقول باستثناءهم يعني ليس تخفيف من هذه التيارات لديها أدواتها ولديها إعلامها ولديها ماكيناتها ولديها نخبها ولديها التي تعمل على تجميل صورة تركيا ليلة نهارا في العالم العربي هل نستطيع القول أن النظرة العامة سلبية باستثناء التيارات الإسلامية يعني أنا أعتقد أن القيادة التركية تدرك تماما أنها منذ أن تورطت في تدخل في شؤون الدول العربية من العراق إلى سوريا إلى ليبيا إلى غيرها قد بدأت تخسر جزءا من رصيد قد تكون ضمن سياسة صفر مشاكل التي بدأ عهد العدالة والتنمية بتبنديها وأنا أذكر أنها في بداية الأحداث في سوريا التقيت بسفير تركيا في لبنان في حفل ديبلوماسي قلت له أرجل أن تنقل هذه الرسالة من مواطن عربي حريص على علاقات أمته العربية بكل دول جوارها أن تنقل هذه الرسالة للرئيس أردوغان قلت له إذا تصرف الرئيس أردوغان كرئيس لتركيا فإن تركيا ستربح وحزبه سيربح ولكن إذا تصرف كرئيس لحزب تركي أو إقليمي فإن هذا الحزب سيخسر وبلده سيخسر وأنا أعتقد اليوم من يتابع ما يجري حتى داخل حزب العدالة والتنمية من خروج قادة تاريخيين فيه ومن تشكيل تنظيمات من داخل هذا الحزب يكتشف حجم المأذق الذي أدخل به أردوغان من خلال سياسته بلاده وحزبه وتياره الأوسع وأنا أعتقد أن هذا الذي يجري اليوم في الحسكة والذي جرى في العراق قبل أيام والذي جرى في سوريا قبل سنوات والذي يجري في ليبيا والذي يجري في أقطار عربية كلها تسحب من رصيد تاريخي لتركيا ومن حرص عربي على علاقات مع كل دول الجوار من تركيا إلى إيران إلى إثيوبيا وتركيا باستخدامها المياه يعني استخدامها هذا السلاح غير الإنساني بكل المقاييس إنما تفقد أيضا تلك الهالة الروحية التي حاولت أن تعطي القيادة التركية نفسها بها فهل يمكن أن يكون مسلما يقطع الماء عن شعب عن مئات الألوف من البشر من الأطفال من الشيوق من العجائز هل يمكن أن يكون مسلما من يتوغل في حروب ضد مسلمين في هذا البلد أو ذاك لذلك أنا أعتقد أن القيادة التركية ليست مدعوة فقط للتراجع عن ما أقدمت عليه من خطوات لا إنسانية وإنما مدعوة إلى مراجعة جذرية لمجمل السياسات التي انتهجتها في السنوات العشر الماضية لكي تعود إلى مكانها الطبيعي كدولة في الإقليم يحتاجها الإقليم وهي تحتاج الإقليم أما هذه الأدوار هذه الأساليب أعتقد أنها تنتقس من مكانتها وتنتقس من دورها وعليها أن تدرك أن تأييد البعض لها تعييد البعض لها لن يغير من صورتها التي ترسمها بنفسها صورة من يقطع الماء من يقطع الكهرباء من يحتمل أراضي عربية ومن يتدخل في شؤون دول عربية هناك تبرير لدى بعض التيارات الإسلامية والله يمكن عموم التيارات الإسلامية في العالم العربي أو غالبيتها لكل ما تقوم به تركيا لديك نخب إسلامية لا تسمعني أستاذ معان سأنقل للدكتورة حيات ريثما يتم إصلاح الصوت بيننا وبين الأستاذ معان بشور دكتورة حيات هذه الجزئية المتعلقة برأي التيار الإسلامي نحن اليوم عندما تقوم تركيا بالتدخل في ليبيا على سبيل المثال في اليوم ما هو مثبت أن هناك مرتزقة تنقلهم تركيا من شمال سوريا سوريين وغير سوريين وأجانب للقتال في ليبيا كما جرى نقل أيضا مقاتلين ومرتزقة وإرهابيين من دول متعددة في قضية اليوم بالمناسبة منذ سنوات مرفوعة في تونس أمام المحاكم التونسية على شبكات التسفير للتونسيين إلى سوريا ومن كان متورط في تلك الفترة بمعنى أن هناك تيار إسلامي أو بعض التيارات الإسلامية بعض النخب الإسلامية تبرر لتركيا كل ما تفعله يعني إذا تركيا قالت آيا صوفيا مسجد يعني مباشرة أردغان خليفة المسلمين إذا بكرة أردغان قال هذه كنيسة أردغان ملك التسامح بين الأديان وهكذا في جوقة في العالم العربي والإسلامي من نخب التيار الإسلامي تطبل لتركيا ليلة نهار وبشكل ممنهج وأيا كانت السياسات التركية يعني اليوم تعطيش مليون إنسان ما عدد اختفى الحديث عن الإنسانية ودعم المدنيين والتعاطف مع المدنيين مباشرة اختفى ليش؟ لأن تركيا من تقطع تلك المياه نحن في العالم العربي أمام معضلة كبيرة اسمها تبعية هذه التيارات لتركيا مباشرة وما عدد عند هذه التيارات استقلالية أو حتى تفاعل مع التيارات الأخرى في داخل المنطقة العربية اسمح لي أن أجيب بسؤال هل يسأل هؤلاء الإخوة وأنا أقول إخوة لأنني أنا واحدة من الذين تعاونوا كثيرا مع التيارات الإسلامية المقاومة مثلا مثل حماس أنا كتبت في جروديتهم 12 أفضل بس طبعا حماس خارج السؤال هل يسأل هؤلاء الإخوة الإسلاميون العرب وأنا أقبل أن يكونوا إسلاميين هذا خيار لماذا لم ترسل تركيا أتراكا ليقاتلوا في سوريا أو في ليبيا أو في مالي أو الآن في طرابلس لماذا تتعامل مع العرب ومع الإيغور ومع جمهوريات آسيا الوسطى وكأنهم إنكشارية جديدة لماذا تتعامل معهم كمرتزقة الذين نقلوا إلى ليبيا نقلوا بعقود تماما هي عقود مرتزقة هل شهدت مثلا شهداء يعني نسميهم شهداء أتراك في العمليات الشباب التركي لا يشارك في العمليات وإنما دولة عربية مثل قطر تدفع قبلها طبعا كانوا السعودي والإمارات كمان عم يدفعوا ويستأجر بهم شباب عرب سواء من المغرب العربي أو من المشفق العربي أو إيغور من الصين وهون بين المجدوجين مش كل مسلمين الصين معارضة وإرهابيين الإيغور لا يشكلوا إلا فصيلا واحدا من 11 فصيل مسلم في الصين ولكن جذورهم تركمانية هي الأساس وليس إسلامهم هذا السؤال هو سؤال مركزي لماذا لا يجند شباب هذه السلطنة أليس أردوغان السلطان والخليفة فلماذا لا يجند أتراكه للقتال لإحقاق دولة الخلافة لماذا يشترينا نحن يشتري دمنا وعطشنا وأرضنا لإحقاق هذا النفوذ التركي اللي هو إسلامي بس بالقشرة الخارجية لاجتزاب هؤلاء المساكين أو نقطة تانية هي تتعلق بمسألة عميقة جدا في علم النفس الجمعي نحن العرب في مجمع البلاد العربية نشعر بالهزيمة الهزيمة المتكررة منذ نصف قرن أمام إسرائيل وإمام إرادات أجنبية وأمام 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 كما نشعر بالتشرذم اللي هو التفسخ الحاصل في الأم أيضا من تشكيل الدولة الحديثة ولذلك نشعر دائما بأننا بحاجة كي نشعر بالقوة أن ننتمي إلى قوة أجنبية ونفتش عن رابط ما يربطنا بهذه القوة الأجنبية وهنا عرف الأردوغان والأتراك كيف يلعبون على هذه الحاجة النفسية عند العرب وإلا يا سيدي في إيطاليا في حزب ديمقراطي مسيحي هل وجدت له ولاء لغير إيطاليا في ألمانيا هناك حزب ديمقراطي مسيحي هل وجدت له ولاء لغير ألمانيا هذه أسئلة منطقية دكتور حيات لكن بالمقابل هناك في التيار الإسلامي من يقول بأن القمع هذا التيار وقمع نخبه في العالم العربي وتياراته وأحزابه أدى إلى الارتماء الكامل في حضن تركيا وبالتالي ليس لديهم اليوم داعم سوى تركيا فعليهم أن يغطوا سياساتها أو يسعوا أن يكونوا في مشروعها وإلى آخره وهنا أيضا لدي سؤال ألم نتعرض نحن القوميون للقمع؟ لماذا لم نذهب إلى ولااءات خارجية؟ المهم هو شعورك بالانتماء لمن تنتمي هذا واحد اثنين هل ذهابهم إلى تركيا أو غيرها هو نتيجة القمع أو هو سبب من أسباب القمع؟ أنت عندما تتعامل مع جهة خارج بلدك ويكون ولاءك خارج بلدك طبعا أنا لا أبرر الحكومات القمعية بأي شكل وأنا واحدة من ضحاياها ولكنني أقول عندما تتعامل أنت تتعامل هذا اسمه تعامل هذا مدام حتى في القانون أنت صلب ولاءك داخليا وعندها قاوم السلطة وقاوم الليبراليين وقاوم القوميين واختلف مع الجميع وأهلا فيك على رأسنا لماذا قبل قلت لك أستاذني حماس؟ لأن حماس تقاتل لأجل فلسطين باليوم اللي أنا بحس أن حماس تقاتل لأجل تركيا أو لأجل إيران أو لأجل اليونان أو أي دولة أخرى يتغير موقفه صحيح أنا امرأة علمانية وقومية ولكن هذا لا يعني أنني لا أقبل توجها آخر في مجتمعي وفي بلادي الشرط الوحيد هو أن تجمعنا مظلة الامتماء للوطن هنا أسأل أستاذ معان بشور حول هذه النقطة أستاذ معان لدي علاقات واسعة مع نخب التيار الإسلامي ومع التيار الإسلامي من خلال المؤتمر العربي الإسلامي أو المؤتمر القومي الإسلامي الذي ينعقد بشكل دوري أستاذ معان كيف نفهم موقف التيارات الإسلامية اليوم المؤيدة لتركيا حتى بشكل يعني بشكل أعمى إذا جاز التعبير أن نقول أنه كل السياسات التركية سياسات جيدة لا نقد للسياسات التركية نهائيا كل ما يفعله أردوغان صحيح فيما يتعلق ب يعني الذي يحصل اليوم في الحسكة لم نسمع أي انتقاد لتركيا أو مطالبة لتركيا من أي تيار إسلامي من أي نخبة إسلامية من أي شخصية إسلامية من أي منتمين التيار الإسلامي لأنه أردوغان لأنه تركيا وبالتالي كيف يمكن أن نفهم اليوم موقع التيارات الإسلامية هنا هل هي أصبحت جزء من مشروع تركي في العالم العربي تعمل لنجاحه وتعمل ضمن صفوفه أم أن التيارات الإسلامية وجدت أن الظروف في العالم العربي حاليا غير مواتية للعمل ولذلك توجهت الفضاء التركي يعني أظن أن في العالم العالمي لا يمكن الحديث عن تيارات الإسلامية كأنها شيء واحد. هناك تيارات إسلامية ذات مواقف واضحة لا تقبل ما جرى في سوريا ولا تقبل ما جرى في ديبيا ولا تقبل ما جرى في العراق وغيرها. حزب الله هو حزب إسلامي ولكنه حزب مقاوم. هل نقطع صلابه؟. يبقى هناك تيارات إسلامية ذات على وقع وثيقة بإسرائيل. نحن من الذين نعتقد أن هذه التيارات يجب أن يكون دورها في العلاقة مع الحكومة التركية دور الناصح ودور الضاغط لإخراج الحكومة التركية من سياسات تضعها في مواجهة المشاعر العربية. وتضعها في مواجهة الحقوق العربية والسيادة العربية. والكرامة العربية نحن في المؤتمر القومي الإسلامي حين نلتقي مع إخواننا من تيارات أخرى. نلتقي معهم لنتناقش لنتحاول لنحاول أن نراجع معا تجاربنا. كلنا أخطأ في مرحلة من المراحل. والكل مدعو لمراجعة هذه التجربة. اليوم هناك قضية إنسانية في الحسكة. أنا من هذا المنبر أدعو كل القوى الإسلامية من أقصى المغربي لأقصى المشرق إلى أن تقف موقفاً واضحاً برفض هذه الممارسات ضد أبناء الحسكة. ضد الشعب السوري. ضد تعطيشه. ضد فرض ما يفرض عليه. وكذلك الأمر في كل الملفات الأخرى. ولكن في نفس الوقت كل تباين في وجهات النظر يجب أن يبقى تحت ثقف تجميع قوى الأمة في مواجهة عدونا الرئيسي. نحن نرفض الذي يعتبر إيران عدوا لنا بدلا من الكيان الصهيوني. ونرفض أيضا من كل من يعتبر أي دولة جوار عدوا لنا بدلا من الكيان الصهيوني. العدو رئيس الكيان الصهيوني. وموقفنا من دول الجوار يجب أن يتحدد حسب موقفها من هذا العدو الصهيوني. وموقفنا من كل حركاتنا السياسية. يجب أن يتحدد في ضوء هذا التناقض الرئيسي. لأنني أعتقد أن كل من يوقع الفتنة بين أبناء الأمة. كل من يساهم في زرع الشقاق بين أبناء الأمة. كل من يستخدم سلاحا غير إنساني ضد أبناء الأمة العربية والإسلامية. إنما يخدم المخطط الإسرائيلي. وعلينا أن نواجهه ونصارحه ونكون واضحين معه. لكن أيضا علينا أن لا نسمح بهذا النوع من الخلافات أن يتحول إلى انقسامات داخلية. موقفنا واضح جدا من التدخل التركي في سوريا منذ اللحظة الأولى. نحن أدنا هذا التدخل. واعتبرناه مضر بمصلحة سوريا ومضر بمصلحة تركيا ومضر بمصلحة الإقليم كله. وكذلك التدخل التركي في العراق أدناه. ولكن أيضا نعتقد أن هناك أصدقاء لنا يقيمون علاقات مع تركيا. ويجب أن يضغط هؤلاء الأصدقاء وفي مقدمهم روسيا وإيران على أنقرة. من أجل أن تحترم أنقرة سياداتنا الوطنية. وأن تحترم مجتمعاتنا ووحدة مجتمعاتنا. وأن لا تقدم على خطوات من هذا النوع. هذا الذي يجري في الحسك اليوم هو إرهاب. ما هو الإرهاب؟ الإرهاب هو استخدام العنف الدموي بحق مدنيين لخدمة أغراض سياسية. هنا يستخدم الإرهاب المائي بحق مدنيين لخدمة سياسات تركية. نحن لا نناقش من يسكن الحسكة. ولا نناقش من يسكن رأس العين. ولا نناقش من يسكن أي منطقة من المناطق في سوريا. هؤلاء هم سوريون عرب. هم مواطنون. هم مدنيون. يجب حمايتهم. يجب توفير الحقوق لهم. وهؤلاء أيضا. بشر يجب أن يتمتعوا بكل حقوق الإنسان. وأعتقد أن الماء حق من حقوق الإنسان. أستاذ معنا بشور دكتورة حياة حويك. مشاهدين توقف مع فاصل قصير بعده. نكمل في عنوين أخرى في مسائية اليوم. ابقوا معنا. موسيقى مجددا. حياكم الله. أكثر من مليون سوري يقتنون منطقة الحسكة شمال شرق سوريا. محرومون من المياه منذ نحو عشرة أيام. بعدما أغلق مسلحون تدعمهم أنقر محطة علوك. مصدر ماء الشرب الوحيد لمدينة الحسكة وأريافها. وهذه المرة الثالثة عشرة التي تقطع فيها أنقر المياه منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي. بذريعة الرد على قطع الإدارة الذاتية الكردية الكهرباء على رأس العين وتل أبيض وأريافهما. هذا فيما يعيش سكان المنطقة ظروفا مأساوية مع ارتفاع درجات الحرارة. وتزايد أعداد الإصابات بكورونا وفق الأحصاءات الرسمية. قطع المياه عن الحسكة ومشاهد معاناة الأهالي. شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من البلدان العربية. وأطلق مغردون هاشتاجات عديدة لتسليط الضوء على ما يجري. ولحل الأزمة بأسرع وقت ممكن. هنا نسأل السيدة حيات تحويك حول نقطة مركزية في التعامل مع ما يجري فيها الحسكة. دكتورة حيات في مسألة الازدواجية في التعاطي مع الأزمات الإنسانية. بمعنى أن اليوم الحسكة أنقر من تقطع المياه. لا بأس. ما في منظمات دولية تتحدث. لا يوجد دول تضغط. لا يوجد اجتماعات. رغم أن مندوب سوريا في الأمم المتحدة. تحدث يوم أمس. مع الأمين العام للأمم المتحدة. وضع مجلس الأمن في صورة ما يجري في الحسكة. ومخاطر ما يجري في الحسكة. وإلى آخره. لكن لا يوجد أي تحرك حتى الآن. لا على صعيد المنظمات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة والمستقلة. أو حتى على صعيد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. والمؤسسة التابعة لها. بينما لو كان الأمر معاكسا. يعني ليست تركيا من يقطع المياه. ليست إسرائيل من يقطع المياه. ليست أمريكا من يقطع المياه. مثلا. لو كانت الحكومة السورية من يقطع المياه. لا. وجدنا أن مجلس الأمن نعقد في 24 ساعة. وأن المنظمات الدولية بدأت. والمناشدات والإعلام. وإلى آخره بدأ يتحدث. هذه الازدواجية التي نعاني منها. الازدواجية في التعاطي مع الإنسانية. والازدواجية في التعاطي مع الدول. منذ سنوات. وليس قديم. وليس جديد. قضية فلسطينية خير شاهد على ذلك. إلى متى يمكن للعالم العربي؟ إلى متى يمكن لنا. أن نعاني من ازدواجية. تعاطي الدول الغربية. مع قضايانا. اليوم بالمصادفة. أنا أعمل على كتاب بحثي. حول الحرب السورية. اليوم قرأت. بأثر رجعي. تصريح لهيلار كلينتون. في جديد تلموندي. فرنسي. تتحدث فيه عن الدور المركزي. الذي يمكن أن تلعبه تركيا. في السياسة الإقليمية لواشنطن. سواء بالنسبة لإيران. أم لإسرائيل وسوريا. وتقول إسرائيل وسوريا هون. لأنها تعني دور تركيا. في محاولة إجراء مفاوضات. بين إسرائيل وسوريا. وهو ما فشل. وفي جورجيا. وفي أفغانستان. والباكستان. والعراق. وأنها تتقدم على الساحة الإقليمية. أي تركيا. بضوء أخضر أمريكي. لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي. هذه الحقيقة. ليس فقط لأنها جاءت على لسان كلينتون. ولكن. هي حلف في الأطلسي. وتتصرف بمقتضيات الأطلسي. ولا ننسى أنها تحتضن قاعدة إنجرليك. قاعدة إنجرليك. من 1958. لما أجل الأسطول السادس على بيروت. انطلقت الطائرات الأمريكية لتواكبه. من قاعدة إنجرليك في تركيا. من 1958. في 1990. كانت مقر قيادة في الحرب على العراق. بعد حظر الطيران على شمال العراق. في 1991. كل المهمات التي كانت تتصرف. أو 50% تحديدا. من المهمات الجوية. كانت تحصل من إنجرليك. وهذه المعلومات أنا أعطيكها. من مجلة القوات الجوية الأمريكية. مش من عندي أو كلام صحف. بسنة 2003 احتلال العراق. البرلمان التركي رفض. لا شك أنه في معارضة تركية. نحن نعرف مواقفها. ولكن الحكومة فاوضت. رغما عن قرار البرلمان. وعلى مدى ستة أشهر. عملت على أن عادت وانخرطت. في العدوان على العراق. بال2007 عرضت تركيا أن تتولى أمر الخدمات الأمريكية في العراق. إذا ما حقق أوباما انسحابه من العراق بالـ 2010. لأنه كان يعني هو أصرح أنه بدو ينسح بالـ 2010. وذكرته بأنه 50% من الطلعات الجوية للعراق كانت تتم من إنجرليك. كما ذكرته الدبلوماسية التركية. بأنها تقوم بدور في محاولة جر شوريا إلى عقد اتفاق سلام مع إسرائيل. يعني حتى هذه الوساطة كانت تجيرها لدى الأمريكي. ومن ثم عادت فجيرتها لدى الأوروبي. عندما عقدت في العام نفسه مفاوضات انضمام تركيا إلى المجموعة الأوروبية. عادت لتذكر هذه الأفضال كي تقبلها أوروبا في مجموعاتها. بعد الحرب على سوريا. 2011 صار عدوان تركي غزو. 2016 غير العمل اليومي بالوكالة مع المجموعات الحرابية. أنا بحكي بالغزو الرسمي. 2011. 2016 درع الفرات. 2018 عصن الزيتون. 2020 درع الربيع. الآن. يعني تركيا لم تتوقف يوما عن هذا الدور العدواني. نحن لم نعتدي في تاريخنا كل مرة واحدة على الأراضي التركية. سألتني قبل. المنظمات الدولية لماذا تتعامل بازدواجية؟ لأن هذه ذراع من أذرعها. كما إسرائيل هي ذراع من أذرعها. فلا تدينها. أنت تعرفوا. أنا بعرف أن الأمم المتحدة مرتهنة. هذه المتحدة الأمريكية. وإن شاء الله تتراجع القوة الأمريكية في المستقبل. ونرى إرهاصات توازن دولي جديد. ولكن حتى الآن الأمور هكذا. بالنسبة للذين يقولون أن تركيا تختلف عن إسرائيل. لأنها مسلمة. طيب. أنا أسأل. النبي يسمى بالرسول العربي. ليس اسمه هكذا في الأدبية. الرسول العربي. والقرآن عربي. إن أنزلناه قرآنا عربيا. فلماذا يقوم جماعة أردواجان بتتريك شمال سوريا؟ لماذا تفرض اللغة التركية؟ لماذا تمنع العربية في المدارس؟ لماذا ترفع اليافطات بالتركية على البلديات وعلى المؤسسات الرسمية. في المناطق التي هي تحت سيطرة الميليشيات التامة. في محاولة دكتورة حيات يبدو في مؤشرات لسلخ هذه المنطقة. لأنه حتى قبل عشر أيام كان هناك تعيين قيادة مركزية للقوات التركية داخل سوريا. يعني باقي يأتي الوالي وخلص تصبح ولاية من الولايات التركية. بمدينة أعزاج فوق البلدية مكتوب الأمة العثمانية. الأمة، ليس الأمة العربية، بطلنا عرب. فإذن هي محاولة سلخ واحتلال لصالح دولة تنتمي إلى الأطلسي. وبالنهاية فالمنظمات الدولية، سؤال آخر. هؤلاء أيضا الذين يدافعون عن تركيا، أنا أجيب من قلب الإسلام. أنا درست تاريخ الحضارة الإسلامية لمدة 14 عاما. وكنت أدرس في كل سنة قوانين الحرب في الإسلام كما نصها عمر بن الخطار. ليعودوا ويقرؤوها. هل تسمح قوانين الحرب في الإسلام بقطع المياه والتعطيش؟ لا تعقر نخلا، يقول عمر. حتى النخلة. ولا تقطع شجر. هذه الوصايا لم تستخدم سابقا. عندما دخلت قوات درع الفرات وغصن الزيتون وغصن درع الربيع. تم نكلت بالسكان وإلى آخره. لكن هنا اسمحي لي أسأل أستاذ معان بشور أيضا في موضوع الازدواجية. أنا أذكر عندما كانت المعارك في الغوطة الشرقية. كان في الغوطة الشرقية جيش الإسلام وجيش الرحمن. جيش الإسلام كان مدعوم من السعوديين أو من السعودية. فيلق الرحمن كان مدعوم من قطر. تقاتلا فيما بينهما. كل فيلق كان لديه دبابات وآليات. وكذا كما ظهر بعد ذلك. وعندما جاء الجيش السوري وحاصر الغوطة. وفي كل هذه القوى المسلحة ضمن الحرب والمدعومة من الخارج. كان في حملة كبيرة للمنظمات الدولية. وسائل الإعلام وإلى آخره. أن هذه الغوطة فيها مدنيين. ولا يجوز ذلك. والتعاطف والإنسانية. اليوم هناك مليون مدني في الحسكة. هؤلاء ليس لديهم أسلحة. وليس لديهم دبابات. وليسوا مدعومين من جهات خارجية. هؤلاء السكان. هنا لماذا لم نرى تحركا. لماذا لم نرى بيانا. من المنظمات الدولية المعنية المنافقة. التي تدين فقط وفق أجندات سياسية. كما قالت الدكتورة حويك. أخي العزيز. بداية اسمح لي أن أؤكد على نقطة هامة جدا. وهي تعبير عن مدى ثقتنا بأنفسنا كعرب. أنا أعتقد أن السلطنة العثمانية نفسها. وفي عز قوتها. حين لجأت إلى محاولات التتريك. وتتريك العرب. وتتريك رعاية الدولة العثمانية. فشلت فشلا ذريعا. وكان ذلك مبررا لقيام فكرة الاستقلال العربي. وفكرة القوية العربية. أنا لا أعتقد أن سلخ جزء من شمال سوريا. يمكن أن يوصل حكومة أردوغان إلى تتريك تلك المنطقة. مهما حاولوا. مهما هجروا عربا. مهما هجروا بمواطنين. مهما قطعوا المياه. مهما قطعوا الكهرباء. الهوية العربية في هذه الأمة أقوى بكثير مما يظنون. 130 سنة من الاستعمار الفرنسي في الجزائر. لم تستطع أن تقضي على الهوية العربية لشعب الجزائر. وكذلك الأمر في فلسطين 48. كل ممارسات الصهاينة من أجل صهينة أبناء فلسطين 48. وإذ بالعروبة. تنبثق من قلب هذه المناطق أكثر مما هي في أي منطقة أخرى. لذلك أنا أعتقد أن يجب أن نثق بأنفسنا كعراب. ويجب أن ندرك أن هذه الإزدواجية التي نراها اليوم في العالم. إزدواجية بشكل فاضح وبشع. اليوم تظهر في موضوع الحسكة. ولكنها ظهرت على مدى عشرات السنين. في موضوع فلسطين. في موضوع الانتهاك اليومي لحقوق الإنسان في فلسطين. ومع ذلك لم نرى تحركا مما يسمى المنظمات الدولية. ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها. ولذلك نحن كنا دائما من دعاة حركة عربية للحقوق الإنسان. لا تكون أداة بيد واشنطن أو غير واشنطن. تستخدم حقوق الإنسان حيث تريد. وتتجاهل حقوق الإنسان حيث لا تريد. لذلك أنا أعتقد أن المسألة الأساسية التي يجب أن نركز عليها. هو كيف نبني قوة تمنع مثل هذه الإزدواجيات. لا في الشرق ولا في الغرب. لأننا نعاني من هذه الإزدواجيات نتيجة ضعفنا. نتيجة تشتتنا. نتيجة تمزقنا. نحن كثير مننا مستعد للغرق في معركة داخلية. عشرات الأضعاف من استعداده لمواجهة أعداء الأمة. ومواجهة الطامعين في الأمة. يجب أن نفكر في مصادر قوة هذه الأمة. في مصادر مجابهة هذه الأمة. لدينا اليوم مقاومة في لبنان. في فلسطين. هناك صمود في سوريا. فلنلتف حول مقاومتنا حول هذا الصمود. وبهذا الشكل نقطع دابرة كل من يريد أن يستغل خضايانا وأن يجوع شعبنا وأن يعطش شعبنا. ماذا نحن نعيش في لبنان؟ ألا نعيش مؤامرة تجويع وتعطيش وظلام وإفقار من أجل تنفيذ أجندة سياسية؟ كيف يكون رد عليها؟ يكون رد عليها بأن نبني وحدة وطنية حقيقية بين اللبنانيين. ونبني وحدة شعبية عربية على مستوى الأمة. وأنا هنا حين أتحدث عن العمق الإسلامي. العمق الإسلامي أعرف أن العمق الإسلامي هو قوة كبيرة للعرب. وأن العروبة كما قال مؤسس البعث في يوم الأيام. روحها الإسلام. وأن الدائرة الإسلامية هي أحد الدوائر التي يجب أن يتحرك بها العرب. كما قال جمال عبد الناصر في كتابه فلسفة الثورة. لذلك أنا أعتقد أن هذه القضايا يجب أن نعالجها قضية قضية. ونواجه حيث يجب أن نواجه. ونقف حيث نجب أن نقف. وفي نفس الوقت نفتح الطريقة من أجل ترحيد الجهود بمواجهة أعداء أمتنا. من السهل جدا. من بيروت عبر المقاطعة. انتهى الوقت أستاذ معا. ويبدو أنك لا تسمعنا دكتورة حيات حويك الكاتبة والباحثة من عمان. شكرا جزيلا لك. المسائية انتهت في ختامها تذكير بالعنوين. أنقرة تستخدم سلاح الماء مجددا. وتخنق أكثر من مليون سوريا في الحسكة في زمان كورونا. ماذا تريد تركيا من حرب التعطيش؟ عسكرة المياه وتوظيفها في خدمة المشاريع السياسية. لماذا يصر إردوغان على استعداء الشعب السوري وتكريس النظرة السلبية إلى بلاده في المنطقة؟ الابتساز المائي في الحسكة رسال ضغط من أنقرة إلى دمشق وموسكو. ولماذا ربط التوسع الجيوسياسي بحصار غير إنساني؟ مزيد من الأخبار على صفحة المايدين في الانترنت المايدين دوت نت. وباللغة الإسبانية اسمنول دوت المايدين دوت نت. إلى اللقاء. موسيقى